وطبعاً بنروح للأصحاح التالت اللي هو طبعاً الصورة السودة احنا خلالناقولها الخطيئة انه فعلاً سقطت سقطت آدم وحوى إذا ممكن تشرح لنا شوية يعني الشيء المؤسف أن بسرعة يعني الإنسان ما خدش في إيد الشيطان وقت طويل إلى أن جاء الإنسان الثاني الرب يسوع المسيح اللي احنا بنقول أنه في مفارقة بينه وبين آدم آدم وقع بسرعة وقعت بسرعة بينما المسيح أربعين يوم الشيطان يحاول معه بحسب ما جاء في متة أربعة ولو أربعة ولم يستطع الشيطان جاء للمرأة وآثار فيها الفضول حقاً وقال لها سؤال استفزازي أو يعني بداية القصيدة كانت كفراً أحقاً قال الله والله كده فعلاً سادئ إلى هذه الدرجة أنه يوجدكم في جنة وأنتم اللي لكم السيادة على الجنة ويحرمكم من أكل من الشجر قال ليه لأنه قال لنا لو ما هتأكلوا منها هتموتوا لن تموت يعني الشيطان كذب الله تجذيباً وقحاً وعندما أكلت المرأة كأنها صادقت على كلام الشيطان أن الله كاذب أن الله غير عادل أن الله غير محب وكان الله بوسعه أن يوقع العقوبة على آدم وحواء فتعرف كل الخليق أن الله صادق وأنه عادل لكن السؤال الذي كان ستردد إلى مدى الدهور على الله محبة لذلك أجل الله الرد على افتراءات الشيطان حتى جاء من الزمان وأرسل الله ابنه ومات على الصليب لأجلنا لكي يؤكد لنا أن الله محبة الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر